الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأنيس وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا في هذه الجلسة هو الكلام عن صلاة الجماعة وما أدراك ما صلاة الجماعة أنت يا من تتابعوني في هذه الحصة أيها الجد أيها الأب أيها الإبن كذلك النساء سنتكلم عن فضل صلاة الجماعة وعن حكمها وعن أهميتها وعن الأسباب التي تعين على المحافظة عليها ما معنى صلاة الجماعة صلاة الجماعة أن نصلي في جماعة يعني تصلي إثنين أو ثلاث أو أربع تصلي شوعدك وهذا الأمر ليس خاص بالرجال حتى النساء المرأة إذا كانت في بيتها الأفضل لها أن تصلي جماعة تصلي الأم مع بنتها قال صلى الله عليه وسلم صلاة الإثنين خير من صلاة الواحد وصلاة الثلاثة خير من صلاة الإثنين إذا صلت الأم مع بنتها تأخذ حسنتين بعكس لو صلت لوحدها تأخذ حسنة واحدة لكن كنا في وليمة النساء يصلينا جماعة كما سيأتينا إذن هذه الصلاة الصلاة في الجماعة سواء في المسجد أو في البيت أو في الصحراء لكننا اليوم غادر ركزوا على الصلاة في المسجد صلاة الجماعة في المسجد صلاة الجماعة في المسجد لها أهمية عظيمة جدا بدليل أن النساء كنا يصلينا الجماعة في المسجد يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الرجال يصلينا في المسجد حفوا يصلون في المسجد والنساء يصلينا في المسجد فمن فضل صلاة الجماعة وأهميتها أن النساء كنا يشهدنها مع الرجال بل لو كان الواحد مريض لا يستطيع أن يأتي يأتي يهادي إليها يعني كما نقوله يقودوه يجيبوه زوج ناس ويجيبوه يصلي حتى يأخذ فضل الجماعة فكانوا يعرفون قيمة صلاة الجماعة المريض يتحسر أن تفوته صلاة الجماعة وكان صلاة الجماعة لا يتخلف عنها إلا منافق إذا كان رجل في المسجد لأن صلاة الجماعة كما سيأتينا غير واجبة على النساء لكن الرجال كان الرجل إذا لا يأتي إلى المسجد يتهمونه بالنفاق كما قال ابن مسعود ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ومن أهميتها أنها من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم كان صلى الله عليه وسلم يغشى عليه يتغاشر ثم يوفيق فإذا أثى قال الصلاة وما ملكت أيمانكم ومن أهمية صلاة الجماعة أن العلماء ذكروا في كتب العقيدة يعني لما تفتح كتب العقيدة يقولوا وَنَرَى الصَّلَاةَ كُلَّ خَلْفَ كُلَّ بَرٍ وَفَاجِرٍ يعني المسلم يصلي وراء العدل وحتى الفاسق الفاسق يعني من هذه الأمة إذا كان إمام مثلا ويدير يعني كبائر عندها مثلا بدع عندها معاصي نصلي وراءه نورى الصلاة خلف كل برٍ وفاجر وهذه الجماعة تكون سبب الاجتماع القلوب يعني لماذا شرع الله لنا خمس صلوات نصلي في المسجد حتى تجتمع القلوب تخيل خمس صلوات كل من يتلاقوا في المسجد فتجتمع الأبدان وبالتالي تجتمع القلوب وتزداد المحبة والسلف الصالح أدرك قيمة صلاة الجماعة لهذا أحد روات البخاري في مرة من المرات فاتته صلاة الجماعة سيأتينا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد بـ 27 درجة كتصلي في المسجد جماعة عندك 27 حسنة كتصلي في بيتك وعندك حسنة وحدة ذهب إلى المسجد كي يصلي صلاة الجماعة من قهم فاتوه فوجد القوم قد أكملوا الصلاة ماذا فعل هذا العالم؟ أعاد الصلاة 27 مرة يعني قال كون صلي وحدين دي حسنة وحدة عاودها 27 مرة وإن كان هذا يعنيه في الشرع لا ينبغي هو عاودها 27 مرة هذا أحد روات البخاري وكان بعض السلف الصالح إذا فاتته صلاة الجماعة مرة فاتته صلاة الجماعة تصدق بأرضه خير عظيم يا من تصلي في بيتك احنا نخاطبه ليصلي في بيته لما راش يصلي من تكلموش عليه نخاطب من يصلي في بيته في الوقت لأن بعض الناس ما شاء الله يصلي الصلاة في وقتها ولكن يصلي في البيت انظر ماذا سيفوتك من الأجر إذا صليت في المسجد 27 حسنة إذا صليت في البيت حسنة واحدة هل يستمون كل واحد يعرض عليك عمل ولك تدي 27 مليون في الشهر وحد آخر يقول لك مليون في الشهر أيهما ستختار والآخرة خير وأبقى كذلك حين تصلي في المسجد ستذهب إلى المسجد إذا ذهبت إلى المسجد كل خطوة تخطوها كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة تخيل اش عاما خطوة تخطوها في الذهاب إلى المسجد في الذهاب والإياب في الذهاب وفي الرجوع كل خطوة يرفع لك درجة ويحط عنك خطيئة ضربها في خمس صلوات ليصلي في بيته ما يديشهد الأجر كذلك الأرض تشهد عليك إذا كنت تذهب إلى المسجد هذه الأرض التي تمشي عليها ستشهد عليك أنك كنت من من يذهب إلى المسجد أنك كنت من عمار بيت الله يومئذ تحدث أخبارها الناس وأنت ذهب إلى المسجد تمر عليهم السلام عليكم ورحمة الله سيشهدون عليك وأنت بهذا تدعوهم إلى الصلاة كيشوفك خالش فقط الصلاة وريح المسجد أنت بهذا الفعل تذكرهم بالصلاة تذكر الغافل وتنبه الساهي كذلك من الأشياء التي ينبغي أن ننبع عليها أن الذي يمشي إلى المسجد في الظلمات صلاة الصبح صلاة العشاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في أرض المحشر يوم يكون الظلام الله سبحانه وتعالى يعطيه نور قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة أرأيت يا من تصلي في بيتك كل هذه الأجور تفوتك إذا ذهبت إلى المسجد ستقول الدعاء الله مجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا إذا صليت في البيت لن تقول هذا الدعاء فيفوتك أجر هذا الدعاء إذا وصلت إلى المسجد ستدخل إلى المسجد تصلي ركعته تحية المسجد إذا كنت في بيتك لن تصلي ركعته تحية المسجد إذا دخلت إلى المسجد سترى الناس منهم من يقرأ القرآن منهم من يتنفل منهم من يقرأ في كتاب تتشجع على الطاعة انترك ديار بلي غير تروح يتصلي تقال واحد يقرأ القرآن الكريم تقول والله أقرأ القرآن مثل فولان تعتمسك المسحر تقال ناس يشجعك على الطاعة تجد الناس يتنفلون فتتنفل الإمام يلقي درس فتتعلم دينك لاحظ كم ستستغل من الوقت كنت تصلي في الدار ربع دقائق فقط تستغلها لكن إذا ذهبت إلى المسجد حسب وقت الدهاب وقت الإياب وقت الانتظار في المسجد وقت الصلاة إذا كنت في المسجد تنتظر الصلاة وانترك جالس تقارع الصلاة الملائكة تصلي عليك مدامرك في المسجد تقارع الصلاة الملائكة لا تستغفر لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه باسمك إذا صليت في بيتك سيفوتك هذا الأجر لن تستغفر لك الملائكة شوفوا يا جماعة كم من الأجور ذكرتها إذا كنت في المسجد ستتعرف على الصالحين ستتعرف على أهل الخير سوف تصير اجتماعي بطبعك مع الناس سينشارع شذرك ستصير الابتسام على وجهك وستتعلم أحكام الصلاة يعني كنت تصلي في الجماعة تعرف كيفاش ترقع الصلاة تاعك إذا كنت مسبوق إذا سهيت في الصلاة تعرف كيفاش ترقع الصلاة تاعك فتتعلم أحكام صلاة المسبوق وتتعلم أحكام سجود السهو إذا بقيت في بيتك لن تتعلم هذه الأمور وأجور عظيمة جدا اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فكأن مقام الليلة كلها تصلي الصبح في جماعة في المسجد كيشغل قمت قاع الليل الليل في عشر سوايع مثلا يختلف من الصيف إلى الشتاء تصلي غيرك عاتين في المسجد كيشغل عشر سوايع من تقايم إذا صليتها في البيت سيفوتك هذا الأجر من صلى العشاء في جماعة فكأن مقام نصف الليل يعني إذا كان الليل في عشر سوايع تصلي العشاء في الجماعة كيشغل قمت خمس ساعات إذا كان الليل في عشر ساعات فيا أخي المسلم هذه أجور عظيمة تفوتك للأسف رأنا نشوف كثير من المسلمين ما يصلون في المسجد وكأن بيت الله فيه الجرب فيه الجرب بيت الله هو الذي تطمئن فيه القلوب والله العظيم إن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تكون في المسجد شوف نفسك في رمضان كيف شقوا الإيمان لما تروح المسجد وتصلي الصلاة الخمس في وقتها وكذلك تحافظ على صلاة التراويح تحس بقوة الإيمان هذا بسبب ماذا؟ بسبب صلاة الجماعة في المسجد لما ربي يوصف المؤمنين الذين يقيمون الصلاة هل تدري ما معنى إقامة الصلاة؟ معنى أن تصليها في وقتها في المسجد مع جماعة المسلمين إذن يا إخواني الصلاة الجماعة هي شعار المسلمين هذا هو المسلم حقا وصدقا اشتوا النصار واليهود يصلوا في الكنيسة؟ خمس صلوات في الكنيسة؟ أما المسلمون فولي الله الحم يصلون بعد أن رغبتكم وذكرت لكم فضل صلاة الجماعة وأهميتها ما حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة عند السادة المالكية سنة مؤكدة لاحظ سنة مؤكدة وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة بمعنى أن إذا صل في بيته وهو قادر صحيح يأخذ حسنة واحدة وهو آثم لأنه تخلف عن الجماعة حتى نقول سنة مؤكدة سنة مؤكدة النبي صعص المالك كان يصلي في بيته كان يصلي في المسجد الدليل على وجوبها قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين ويكشرك على وحدك قال واركعوا مع الراكعين سيأتينا الكلام على صلاة الخوف صلاة الخوف يعني لما يكون المسلمين في القتال والجهاد حتى في حال القتال والجهاد ما يصلون شو أحدهم؟ يصلوا جماعة تصلي جماعة الأولى عودة تصلي الجماعة الثانية فلم تسقط صلاة الجماعة حتى في حال الخوف أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعمق أعمى يا جماعة وما عنده شكون يقوده فجاء يعتدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير يصلي في بيته أراد أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ففي أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم رقّله شفه ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعمق احنا نشوفه وراءنا الصحاء ولله الحمد إذن يا إخواني صلاة الجماعة شعيرة عظيمة أختم هذه الكلمة أذكر بعض الأسباب التي تعين على المحافظة على صلاة الجماعة أنا أعلم أنكم تشوقتم إلى أداء صلاة الجماعة في المسجد لكن أول سبب أن تدعو الله عز وجل قل كما كان يقول إبراهيم عليه السلام رب جعلني مقيمة صلاة ومن ذريتي لأن من إقامة الصلاة أن تصليها في وقتها جماعة في المسجد كذلك الأسباب التي تعينك معرفة فضل صلاة الجماعة هذا الفضائل الذي تكرتها لكم قلتكم كنت صلوا في المسجد هاشا عندكم كنت صلوا في البيت هاشا عندكم معرفة فضل صلاة الجماعة كذلك معرفة خطورة التخلف عنها خطورة التخلف عن صلاة الجماعة أعمى لم يعدره النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب كسر الشبهات بعض الناس تقول أعلم أن تصليس في المسجد قولوا كل مسجد يصلوا فيه المنافقين وهذا الإمام منافق ما يهمني الناس أنا يهمني أن أحصل الأجور أرأيت لو كنت تعمل في شركة وذلك الشركة كان فيها يعني عمال أخلاقهم سيئة تحبس الخدمتاعة ما تحبسش علاش لأنها فيها الخلصة كذلك صلاة الجماعة في المسجد أنا أصلي لله لا يهمني الناس وبإذن الله ستتغير فكرتك كذلك مصاحبة المصلين وتجنب رفقاء السوء إذا كنت تجلس مع المصلين بإذن الله ستصل مع المصلين وإذا كنت تجلس نفقاء السوء سيصدونك عن أداء الصلاة في وقتها كذلك تنبيه الجيران إنسان كان يصلي معك ما شاء الله اشته يوم يومين ما بنش زوره تفقده وقول للناس أنت تعرفك بلي ضعيف الإيمان لاش توني غايبت يوم ولا يومين نبهوني تصرع لي بالهاتف إذا كان سبب التخلف عن الجماعة النوم كما صلاة الصبح أترك الصهر إذا كان سبب التخلف عن الجماعة في الظهر العاصر يشتغل بالبيع واترك البيع والشراء هذه بعض الأسباب وأختم الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي لن تتركك فإن صلاة الجماعة لن يوفق لها إلا من جاهد نفسه وترك الذنوب لله عز وجل هذه بعض الأسباب التي تعينك على أداء صلاة الجماعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحافظين على صلاة الجماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة